السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الخامس العدادي أهلا ومرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية درسنا اليوم رح يكون هو الفرق في استخدام الهاز أو الهاف قان الهاز أو هاف بن الفرق في استخدام قان أو بن اللي هي رح تكون في صيغة المضارع التام اللي أخذناها في محاضرات سابقة ذكرنا سابقا بأنه القاعدة المضارع التام هي رح تكون الهاز أو الهاف ومن ثم التصريف الثالث للفعل الهاز مع المفرد والهاف رح تكون عندي مع الجمع ورح نخلي التصريف الثالث لكن هنا عندي القاعدة وحدة ثابتة أنه هنا عندي الهاز والهاف ومن ثم شنو التصريف الثالث للفعل لكن الفعل المستخدمة هنا بها فرق حسب المعنى حسب الاستخدام هنا عندي قن وهنا رح تكون عنده بن زين عشان رح نجي نفرق بالاستخدام عند حل الأسئلة أو إذا كان الموضوع الاختيار بين الأداتين أو بين الفعلين في الحل نجي أول وحدة رح تكون عندي الهاز أو الهاف بن هاز هاف بن تستخدم هذه العبارة أو هذه البن تستخدم عند الإشارة بأن الشخص ذهب إلى مكان وآد منه يعني راح إلى مكان معين ورجع ما بقى هناك فلذلك رح نستخدم رح نستخدم بن لكن شنو حتى من خربط بيها رح نكون عندي فت قواعد معينة أمشي عليها حتى أقدر أتعرف أنه على الطريقة الصحيحة هل أنا أستخدم بن أم أستخدم أول نقطة إذا كانت موجودة كلمة ذير في الجملة من تكون عندي موجودة كلمة ذير رح نش نستخدم رح نستخدم بن إذا كانت not موجودة أو الإختصار موجودة في وسط الفراغ أيضا شرح نختار رح نختار بن إذا كانت الجملة استفهامية والفراغ موجود في بدايتها أيضا شرح نختار رح نختار بن إذا صارت عندي ثلاث حالات لاختيار الhas أو الhas been هي في حالة وجود كلمة ذير أو وجود كلمة not أو الإختصار مالتها أو كانت الجملة السؤال والفراغ موجود وين الموجود في بداية في بداية العفو في بداية الجملة الاستفهامية هذي عند الإختيار إذا كان هنانا عندي موضوع الإختيار بين الhas و الhas been أو الhas و الhas gone دائما شرح نختار رح نختار بن طبعا هنانا ذكرنا أنه الhas been hasn't been haven't gone hasn't gone طبعا هنانا الweel gun دائما ما يكون عندي نفي لكن فقط في حالة الhas been والhas been في حالة إذا كانت موجودة النفي بيها مثل ما ذكرنا بالقاعدة إحنا مباشرة نشرح نختار رح نختار البن إذا كانت عندي الhas gone أو have gone شنو معناتها هنانا هذه الأداد تشير إلى إن الشخص ذهب إلى مكان ولم يعود بالنسبة للبن معناتها راح ورجع لكن الhas gone معناتها إنه راح ولم يعود وتستخدم إذا لم نجد أي من القواعد السابقة يعني شنية إذا كانت ما موجودة كلمة there إذا ما موجود كلمة not أو الإختصار مالتها أو إذا ما كانت عندي جملة استفهامية في بدايتها الفراغ ما التي مثل ما ذكرنا ش راح نستخدم راح نستخدم الgun وليس البن يتم اختيار الhas إذا كان الفاعل مفرد إذا هو الهي والشي والإل طبعا هذه واضحة جدا إنه لما ينطيني العفو وثنينات بالنسبة نفس الأذات يعني ينطيني has gun have gun هذه علي من نعتمد نعتمد على الفاعل فالhas راح تكون إذا كان الفاعل he أو she أو it أما إذا كان الفاعل i أو you أو we أو they فاش راح نختار راح نختار have هذه في حالة إنه الاختيار بها الطريقة هذه يكون سهل جدا لكن في أغلب الأحيان يكون الاختيار بين الgun والبن ناخذ أمثلة حتى يكون عندنا الموضوع واضح بعدين نجي على حل التمرين نجي على الجملة نشوف شنو اللي موجود عندي من القواعد اللي ذكرناها طبعاً هنا أنا موجودة عندي كلمة there ما موجودة موجود عندي النفي أيضاً ما موجود هل هي جملة استفهامية والفراغ موجود بالبداية أيضاً ما موجود فلذلك شو اختارينا اختارينا have gone لأن قواعد البن الثلاثة اللي ذكرناها ما موجودة فمعناتها إنه لازم شو اختار اختار الhave gone ناخذ مثال آخر I haven't been haven't gone to China yet but I would like to go there one day نجي على القاعدة الأولى إلا في حالة وجود كلمة there كلمة there لقينا there فمعناتها إنه شنح نختار نح نختار haven't been والقاعدة الثانية ذكرناها إنه ال gone ما تكون عندي معا النفي مثال آخر my sister isn't at home at the moment she has been عندي هنا been gone shopping has been gone shopping بيجي نطبقها هنانا هسا عندي جملتين الجملة الأولى منفية والجملة الثانية مثبتة احنا ذكرنا بالقاعدة إذا كانت not أو اختصارها موجود في وسط الفراغ موجود في وسط الفراغ فمعناتها إنه ش رح نختار رح نختار البن لكن هنا ما موجودة عندي فلذلك ش اختارنا اختارنا ال gone لأن القواعد الثلاثة اللي ذكرناها ما موجودة هذا النفي ما نعتمد عليه لأنه موجود وين موجود بالجملة الأولى وليس الجملة اللي موجود بها البن والقن مثال الأخير is Adam here or has he gone has he been to fit ball practice هنانا الجملة استفهامية باختيارين has he gone has he been to fit ball practice هسا هنا الجملة استفهامية صحيح لكن القوس يعني الفراغ اللي احنا رح نختار ما موجود عندي في بداية الجملة فلذلك يعني ما رح اختار البن ش اختار اختار ال has gone إذن القواعد اللي ذكرناها ال ثلاثة يجب التركيز على عند الحل فمو معناتها انه انه اني والله عندي موجود هنا استفهامية رأسا اجي اختار البن لا لازم يشوف احنا جملة الاختيار وين موجود مثل ما ذكرنا انه اذا كان الاختيار فقط وين في بداية وين الجملة الاستفهامية رح نختار شنو نختار البن ما موجودة بالبداية كيف نختار نختار القان هذا الموضوع المعالتنا هذا بكل اللي خص موضوع من الاختيار بين القان والبن بين صيغة المضارع التام عندنا لدينا طبعا هو تمرين واحد فقط موجود عندي بصفحة سبعة تمرين سي تمرين سي هنا اقول اكمل لي الجملة اللي موجودة باستخدام المضارع التام باستخدام البن والقال نجي هنا النقطة الاولى طبعا القواعد التلاثة لا هي استفهامية ولا هي منفية وعدنا غير موجودة فاذا نش رح نختار رح نختار ال خلينا 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 عندي الفاعل ومن ثم خلينا القن what كاسبلانكا like i don't know i haven't been there اهنانا اش موجود عندي مثل ما موجود اهناش دنشوف الاختصار مالتل نوت فلذلك احدى قواعد الاختيار مالتل بن هذي وحدة اثنين كلمات موجودة عندي كلمة there فلذلك ش رح نختار الفراغ الاول رح نخلي الهاب لهن عندي i ومن ثم الفراغ الثاني رح نخلي بين حسب القواعد اللي ذكرناها the the bedry family isn't here at the moment they on holiday هنا نعدنا الجملة الثانية صح الجملة الاولى من في لكن الجملة الثانية ما بيها اي قاعدة من القواعد الثلاث اللي ذكر ناها فلذلك ش رح نختار فاعل they is adam here or he to football practice مثل ما حلينها قبل شوية هنا رح نقول has gun ايضا لانه ما عندي اي قاعدة من القواعد تنطبق على هذه الجملة فمباشرة نختار نختار ال gun واختار ال has لان عندي الفاعل مالتي مفرد i want to go to scotland i have been there twice it's a nice place i want to go to scotland i have been there موجودش عندي بعد القوس بعد الفراغ موجود عندي كلمة there اذا مباشرة اش اختار نختار have been i have been there twice it's a nice place i will show you around bagdad have you been to the museum لكن يحتاج تركيز على النقاط الأساسية في اختيار بين البن والقان مع صيغة المضارع التام دمتم بأمان الله وإن شاء الله نلتقي في دروس قادمة